تستمر القطعات العسكرية والقوى الساندة معها بالتقدم نحو أحياء الفلوجة الشمالية منها حي الجمهورية والضباط ونجحت في تحرير حي الشرطة والسيطرة على جسر الفلوجة القديم ومحاصرة مسلح داعش حيث تم قتل العديد منهم بينهم مقاتلون من جنسيات مختلفة كما استطاعت القوات تدمير عجلتين مفخختين قبل وصولهما للقطاعات العسكرية الجيش حال التقدم المعنىات فولة إن شاء الله ويوجد تقدم كل شيء قول حاليا للجيش العراقي ويوجد سيارات مفخختة من العدو تم معالجته ما أخو أي صعوبة شرطة وقدامنا مثل الجردان والله العظيم عرب عراقين أشكال الجنسيات الفلوجة كل شينا به جميع الجنسيات وإن شاء الله لو يجيبون مو أفغان ولا شيشانين لو يجيبون بعد شرطون يجيبون ما يوقفون بوجود وأثناء عمليات البحث والتفتيش في الأحياء السكنية المحررة عثرت القوات الأمنية على أنفاق متعددة تمتد إلى مئات الأمتار يستخدمها المسلحون في عملياتهم القتالية ومخازن للأسلحة والعتاد لقينا شيء عجيب غريب من ناحية البيوت من ناحية الأنفاق هاي مثل ما ديشوف هاي مراصدهم هاي شوف هاي البيوت يعني راصديها أتراب بحيث يختبون من الطيران يعني من تقصف الطيران ما تأثر تمتد إلى أربع شوار إلى خمسة مثل ما دتلاحظ ديشوف هاي الأنفاق مالتهم هاي البيوت المراصد مالتهم المشجب مالتهم هنا سلاحهم يعني هذا البيت المسؤول من عدهم فيما تمكنت قوات الشرطة الاتحادية من العثور على المركز الإعلامي لداعش وإصداراته من الصحف والمجلات الدورية لتغطية نشاطاتهم الإجرامية اليوم في أحد المنازل اللي تم تحريرها في مدينة الحي الخضراء مجلة إعلامية إسبوعية تصدر عن داعش المجلة الإعلامية هاي مسمى بمجلة النبأ العدد الثلاثون السنة السابعة يعني أنه تمويل إعلامي عالمي تغطية إعلامية لهذا طبعا هاي تتحدث عن جرائم تنظيم داعش ابتداء من ليبيا مرورا بمصر ثم سوريا إلى العراق عمر العبيدي الحرة